اهلا بكم معايا في حلقة جديدة وحلم الحقيقة جديد حيتحقق ان شاء الله هقول لكم عليه النهاردة يمكن المتابعيني على السوشيال ميديا عارفين كتبت عنه قبل كده وهو ان انا كنت بحلم وبتمنى بدمج دار الايتام مع دار المسنين ليه حلمت الحلم ده وتمنيته علشان كنت حسة دايما ان الاطفال بتحتاج دايما جداتهم واجدادهم يكونوا حواليهم وكذلك برضو الجدة والجد بيحتاجوا دايما الاحفاد حواليهم طب ليه يبقوا منفصلين ليه يبقى الايتام اللي بيبقوا اكتر احتياج عشان ما عندهمش اهليهم انهما يبقوا مع المسنين والمسنين اللي بيبقوا في فترة دي برضو في احتياج كبير جدا جدا لانهما خلاص بيبقى هم عايشين مع بعض وبيبقوا بعيدة عن العيلة فليه ما يبقوش مع بعض ويسلوا بعض وينبسطوا مع بعض نزلت ده من سنين على السوشال ميديا وتمنيت ده جامد جدا لدرجة ان يعني تقريبا حسيت برؤية كده ان ان شاء الله حاجة زي كده هتتحقق بس ازاي ما كنتش عارفة يعني ما كنتش عارفة بتدي منين و اعمل ايه يعني نزلتها السوشال ميديا على امل ان يمكن حد يبعثلي حد يقول لي ازاي نزلتها من كم سنة ورجعت نزلتها تاني في خلال السنة اللي فاتت وبعدين سبحان الله لقيت ناس بيبعتولي وبيقولولي ان ان شاء الله الحلم ده شغالين عليه جامد وان شاء الله يتحقق في حملة دلوقتي معمولة على دمج فعلا الدارين دار المسنين ودار الايتام وبالفعل جربوا يوم يقضوهم مع بعض وكان يوم جميل جدا جدا وتصور وكانت فكرة حل وقوي وتحققت وان شوفت الفيديو ده وانبسطت جدا فعلا احساس رهيب وجميل وبيعوت جامد جدا استنوا ان شاء الله التفاصيل النهاردة ان شاء الله في فقرة النهاردة باذن الله هنتكلم بقى مع حد ان شاء الله من الحملة دي ويحكي لنا بقى كل التفاصيل اللي حصلت وان شاء الله هنتوقع ايه في اللي جاي